نعم أنا أعتقد بأن الموقف الإسرائيلي من تحركات النظام السوري لسيما الدعم اللوجستي المقدم لتلك الميليشيات عبر رسائل مباشرة كانت قد وجهت باستهداف البوابة قيادة الفرقة الرابعة وربما ضربة البارحة التي استهدفت إحدى الجسور التي يتم من نقل الأسلحة لحزب الله من الأراضي السورية باتجاه الأراضي اللبنانية وتحديدا في محافظة مدينة لقصير المحتلة من قبل ميليشيا حزب الله أعتقد بأن هذه الرسالة وهي واضحة المعالم بأننا انتقلنا إلى مرحلة متقدمة جدا وهي تقطيع أوصال ميليشيا حزب الله واستهداف الطرق لم أعتقد أنه لن ينقطع عند هذا المستوى بل على العكس ربما قد يطال أيضا أراضي جديدة ليس فقط في المنطقة الجنوبية من سوريا وإنما قد ينتقل باتجاه المنطقة الشرقية لسيما وأن التهديدات اليوم باتت تنطلق من الأراضي مع بريك البكمال القائم الحدودي العراقي حيث يتم تمرير تلك الميليشيات باتجاه الأراضي السورية ومنها يتم توزيع حسب أولويات تلك الجبهات وخاصة بعد تسلل أكثر من ثمانين ألف مقاتل من هذه الميليشيات وزجهم في الجبهات السورية واللبنانية تمهيدا لإجراء عملية عسكرية واسعة النطاق وفق رؤية صانع القرار في طهران لكنها ستعترض بمشروع إسرائيلي وهي سياسة تفريق الساحات من خلال ردهم على وحدة الساحات التي تقوده طهران موسيقى